من جهته أكد الدكتور وليد المانع وكل وزارة الصحة أن بيانات تتبع المخالطين في شهر مارس الماضي أظهرت أن 91% من الحالات القائمة كانت بسبب تجمعات العائلية في المنازل والمساكن في الآونة الأخيرة شهدنا تزايدا في أعداد الحالات القائمة وسجلت البحرين يوم أمس ارتفاعا غير مسبوق في عدد الحالات القائمة حيث بلغت الأعداد 1316 حالة هذه الزيادة تتطلب وقفة جادة من الجميع والوعي بمدى خطورة الوضع وعدم التهاوم به نشدد على ضرورة تجنب التجمعات بكافة أنواعها حيث كشفت آلية تتبع أثر المخالطين أن التجمعات هي من أبرز أسباب انتقال العدوى في المجتمع البحريني خلال شهر مارس الماضي أظهرت بيانات تتبع المخالطين أن 91% من المخالطين كانت بسبب التجمعات في المنازل أو المساكن وعيد هذه النقطة لعلها هي محور هذا المؤتمر اليوم خلال شهر مارس الماضي أظهرت بيانات تتبع المخالطين أن 91% من المخالطين كانت بسبب التجمعات في المنازل والمساكن وهذه يعني تعزى إلى حفلات الخاصة والتجمعات الاجتماعية أو الدينية أو غيرها وهي السبب الرئيسي في ارتفاع الحالات كما أظهرت الإحصائيات في شهر مارس اشتركوا في القناة